اشتركوا في القناة وأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين والأخرى اللي أنت أشرت إليه عبرانين أربعة ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة ما معنى مجرب وألام ببساطة شديدة المسيح في حياته على الأرض مشاهد الخطيئة والشر التي حوله لم يكن غير مبالم به أضف لذلك أنه شخص قدسته كاملة فإذا كان المؤمن لما بيشوف الخطيئة بيتقزز بيتألم رغم أنه الخطيئة فيه لسه أما اللي خالم الخطيئة أمر الطالوت كان بعذب نفسه الغر فكان بالأحرى الرب يسوع وهو يرى الظلم رياء الكتبة فساد المجتمع الروماني اللي كان مهيما على فلسطين في ذلك الوقت واضح أن النجاسة كانت كتير بسبب الشرور اللي كانت موجودة الأرواح الشريرة اللي سكنة أكساد النار ما وقع هذا عليه كان يتألم أضف إلى هذا كإنسان اختبر الجوة اختبر العطش اختبر التعب ليه كل ده أهي بقى دي نوع كلمة مجرب في كل الشيء بمعنى اختبر المعاناة الإنسانية بشكل كامل علشان أي شخص من المؤمنين يقدر في أي وقت يشعر بمعاناة يبص له ويقول له أعني فعلا هو تألم في كل شيء وجاع وعطش ورفض وتألم كإنسان يعني واجه كل أنواع الآلام نعم مع هذا الخطيئ مع هذا الخطيئ اشتركوا في القناة